اهدى اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الولمبية البحرينية اهدى الانجاز الذي حققه الفريق البحريني ليلت رايتلون الى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة فوز الفريق البحريني ببطولة اوروبا للرجل الحديدي وقد قاد سموه الفريق المكون من احد عشر متسابقا في البطولة التي قيمت في مدينة فيزبادن الالمانية بمشاركة اكثر من الفين متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد ان هذا الانجاز جاء نتيجة الرعاية الكبيرة التي يليها جلالته للحراك الشبابي ورياضي في المملكة بشكل عام مشيرا سموه الى ان هذا الاهداء المستحق يأتي تقديرا وعرفانا لجلالته لدعم هذه الرياضة والشباب البحريني حيث كان الدافع الاكبر لكافة الرياضيين رفع اسم البحرين عاليا وخفاقا في كافة المحافل مشيدا سموه بالمواقف الكبيرة والدائمة لجلالته في مختلف المشاركات والمحافل واشار سموه بان ما تحقق في بطولة اوروبا للرجل الحديدي جاء وصص سدادات كبيرة للفرق وتفوقه على العديد من المتسابقين مؤكدا سموه ان هذا الفوز يدفع الفريق لمضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية واعرب سموه عن تقديره للجهود التي بدلها افراد الفريق في تحقيق هذا الانجاز الرياضي لاول مرة على مستوى اوروبا وكانت البطولة قد انطلقت بالسباح لمسافة كيلومتر وتسعمائة متر ثم الدرجة الهوائية لمسافة تسعين كيلومتر والجري لمسافة واحد وعشرين كيلومتر وقد انهى سموه السباق بزمن قدره خمس ساعات واحدى عشرة دقيقة وتسع وخمسون ثانية يذكر ان المشاركة هي الثانية في بطولات الرجل الحديدي التي تقام في المانيا حيث كانت المرة الاولى في برلين عام 2014 ترجمة نانسي قنقر